البديل على الحراك السلمي الحضاري الداعي للكرامة للدولة العادل والحق والقانون البديل هو الثورة الشعبية ثورة الجياع وثورة المعطلين وثورة الغاضبين ولا نلومهم الإنسان عندما يصل حتى العلف ليستوي فيه مع الحيوانات لا يجده حتى الماء يعني أنتم تشوفوا الرعاة الآن اللي عندهم اغنم ولا عندهم بقر ولا عندهم يدبر حاله ما عنده شوين لازم يجيب الماء وإلا يموت الأغنام وتموت الأبقاء يلو كان يسلف يلو كان يشري يلو كان يبيع لازم يجيب لهم الماء إحنا العصابة ما تنظرش للشعب حتى بهذا المعنى معنى مسيطرة على الدولة وعلى خزائنها وعلى بيترولها وعلى غازها وعلى أملاكها وعلى كل شيء ماش ملزمة نفسها باش جيب الماء تقعد الناس بسمانة عشر يوم خمسة عشر يوم وعشرين يوم في حرارة قاتلة في حرارة مرة تؤدي للجنون في صيف قاتل ما كانواش عارفين يجي الصيف كانوا عارفين ما كانواش شايفين بالأمطار ما تنظلش بزيف كانوا عارفين ما كانواش فاهمين بالسدود ما فيهاش الماء نتيجة للإدارة السيئة ونتيجة أنهم ما يديروش صيانة للسدود كانوا عارفين هذا ليس حتى هذا كانوا فاهمين وكانوا عارفين الصبي كانوا يعرفون لكن ما يمومش وعلى ما يمومش وحيشين هما ما عندهم مشكل هو لو كان يصرا مشكل فلابيسين ما تتعمرش يزعف فلابيسين وما تتعمرش مليح يزعف أما الدوش والحمام والصونة في ديارهم يعني تعرفوهم يعني هاي الناس عندهم الصونة والحمام أنا ما نتكلمش هنا على بعض الأغنياء اللي ربما من مالهم الخاص نتكلم على العصابات اللي استولت على أموال الشعب نستلموا على المناطق الخضراء في زيرالدا وفي سيدي فرج عندهم البونغالو وعندهم البحر عندهم مرات الفيسينات ومعهم الشواطع غالقينهم على الناس كلاب دي بان سمي برك وفي كل الولاية كاين منطقة خضراء انتع الوالي وجمعته انتع الشيف سكتور وجمعته انتع الشيف مخابرات وجمعته كلهم إلا ما عندهمش خاصة بهم عندهم أماكنهم وين يروحوا ونواديهم أين الفجور والشهوات والخمر والدروق والفساد العارم عندهم مافيا ما عندهمش حكام كم أضحك عندما يخرج لي واحد من المداخله يقول لك ولي الأمر هذا ولات أمر هذا فكتعرفش ما أنت ولي الأمر أصلا وإذا كانوا مولات أمر أقل شيء توفير الماء والخبز والعمل أشياء مثل التي تتساوى فيها الإنسان مع الحيوان الماء بيت الماء الشرب العلف غذاء الدواء تتساوى فيها الحيوانات مع الناس في الحقيقة بعض التراجع أو بعض الخوف أو بعض يجب الناس أن يعاودوا وراجعوا نفسهم ما عليك اليأس ما تسمعش الثورة المذادة خدمة الثورة المذادة هي كسر الحراكة يقولوا الحراكة يمور الحراكة انتهى عنده أكثر من سنة وما يقولوا فيه قبل حتى أن يتوقف الحراكة ما تسمع لهمش ما تتباحهمش هؤلاء كانوا دائما في كل المجتمعات وجد المنافقون اللي بمنطقنا الراهن سموهم ثورة المذادة أو عملاء أو مرتزقة في كل المجتمعات في قلب مجتمع المدينة مجتمع النبوي كان المنافقون يملأون المدينة المنورة ويصلون معهم ويأكلون معهم ويشربون معهم وهم منافقون والحكم فيهم أنهم في الدرك الأسفل من النار منافقون هذون تواجد في كل المجتمعات أين توجد مجتمع إنساني يوجد فيه الصالح والطالح يوجد فيه الخيرين والصيئين يوجد فيه الأحرار والمنافقين دائماً سواء كان مجتمع متدين أو غير متدين بداي أو عصري دائماً هذا موجود إعادة النظر في كل ما نقوم به وما عدم يجب أن لا نتخلى على وطننا تحت أي ضرف كان يسبوك يهاجموك يشيطنوك أنت مكش خير من الآخرين اللي قبلك في كل المجتمعات الذين نادوا بالتغيير ونادوا بالإصلاح ونادوا بالثورة على المجرمين ونادوا كانوا دائماً مش برك يشيطنوهم أحياناً كانوا يقطعوهم أنبياء كان يتم تقطيعهم قتلهم أنبياء مرات بعض الناس يقول لك اه اجدرنا الحركة هذا ما درنا والو هو يشوفها بالمنطق الهذاك هنا بالمنطق هذا خاصة إذا كنت مسلم واجدار الأنبياء واجدار سيدنا إبراهيم على سبيل المثال بالمنطق انتاك مش بالمنطق الحقيقي منطق الحقيقي سيدنا إبراهيم كان أمة كان أمة لكن وآمن له لوط واحد آمن له واحد آمن مع سيدنا إبراهيم واحد في قومه قاع آمن له واحد سيدنا لوط واجدار ثلاثا الذين أرسلوا إلى تلك المدينة وجاء واحد نقص المدينة فقط آمن بهم واحد بثلاث رسل يقول عليه الصلاة والسلام يأتي يوم القيام نبي ومعه شخص واحد إنسان واحد آمن به ويضيف الحديث الشريف ويأتي يوم القيام نبي ولم يؤمن به أحد علاش نذكركم بهذه لأن احنا أول مسلمين وتاريخنا الإسلامي يعطينا كثير من التعبئة ويعطينا كثير من المواقف المشرفة والأخلاقية ولكن حتى اللي يعود ربما مش متدين مش ملتزم مش مسلم يقدر يأخذها من جانب أن هؤلاء تاريخ إنساني وهذا التاريخ الإنساني نستفيد منه أينما وجده أنا شخصيا أستفيد من الحكمة سواء كانت في الصين أو في الهند أو في الفيتنام أو في الغرب أو في الشرق وبطبيعة الحال إذا كانت عندنا كمسلمين تاريخ وأعمال ومواقف إذن هذه القضايا يا إخوان مش لعب راه القضية راه وطن في اللعب راه بلد في اللعب راه هذا المافيا الإرهابية الديتو الهاوية راه ما فيش يعني لو كان والله لو وجدنا عندهم واحد في المية واحد في المية لو كان عندي إيمان واحد في المية بأنه ممكن يصلحون ممكن يدروا حاجة أمليحة ممكن يبنوا البلاد ممكن يخدموا الدولة ممكن يخدموا الشعب قبل ذلك واحد في المية والله لا توقفت على مواجهتهم ومقاومتهم ومعارضتهم وربما مديت إيدي إليهم لكي نساهم كلنا في إنقاذ البلاد يعني ما هو قادم إذا لم يتولى الأحرار والأمر ما هو قادم مفزع مرعب مخيف ما هو قادم مع هذا المافيا اللي راه يتحول في الأموال بلا حدود راه يتهرى في الأموال بلا حدود سيحدث لا قدر الله إذا بقتل الأمور هاك لا قدر الله وانهارت الدولة تماما اللي راه يأسير في أيديهم لتتحول الجزائر إلى بلد ميليشيات لتقاتل فيها الناس على كل شيء ويكون تدخل خارجي كما هو في ليبيا كما هو في سوريا كما هو في اليمن كما هو في كل هذه الدول لأن هذه الدول أيضا لم تستمع لشعوبها قذافي لما خرجوا الناس يطالبوا بإصلاحات قالوا من أنتم أين هو الآن بشار الأسد فبح نصف شعب وكسر سوريا كلها صحيح ما زال يحموه الروس والإيرانيين لكن تاريخه بائس اليمن والره صالح وغيره إذن أساسي ومهم جدا لأن الحراك هو مخرج رئيسي لأنه يؤدي إلى تغيير سلمي بدون دماء بدون صحيح تمر البلاد بأوضاع لكنها لن تكون أسوأ مما هي عليه بالحراك بدون حراك لا يجي التغيير وراح يكون تغيير مفزع لأن فاتورة فاتورة عدم التغيير في الوقت المناسب هي أسوأ بكثير من فاتورة التغيير في الوقت المناسب الفاتورة اللي يتفحها شعب أو بلد هي أغلى وأبهض وأسوأ بكثير إذا جات ثورة جياعها ثورة غاضبين من ثورة سلمية يعرف الناس ما يريدون وما يطالبونه الحمد لله فترة الحراك كله وفي مجموحة في حدود هي 18 شهر تقريبا 17 شهر ما الناس اللي قتلوا قتلوا على يد الشرطة خمسة أو ستة قتلوا أحيانا تحت التعذيب أو بالعصاء أو ضربوهم بالحجر أو ربعة أو خمسة وللي تجرحوا تجرحوا على أيدي البلطجية أو الشرطة لكن الحراك كان مسالما باعتراف العالم أجمع هذا هو الحراك اللي ينقذ البلاد مش طوارات الجايعين والغاضبين وهذاك ذاك الوقت الناس ما نخلص الناس عندما لا تجد الماء وين تروح عندما لا تجد الماء وين تروح اليوم في اعلان على الباكالوريا وعلى نتائج الباكالوريا وقال لك انه نتائج الباكالوريا 58% الى اخره ثم ماذا طيب هام 350 الف او قريب 400 الف رح ان يدخلوا للجامعات 300 الف اولا ما نش عارف انه نحن نروح هذا اللي ما جابوش الباكالوريا وربعمائة الف وش من الجامعات يدخلوا لها المستوى اليوم نتاع الليسونس ونتاع المهندس في الجزائر تاع اليوم هو اقل من مستوى تاع الترمينال قبل 30 سنة ونقدر نقول اقل من مستوى تاع التروازيام قبل 40 سنة او 45 سنة او 50 سنة انا شايفين المستويات وفي كل المجالات وهذا مجدا بالطلبة لان الطالب الجزائري اللي كان مستوى عالي في السبعينات والثمانينات وحتى ربما بعض الاجزاء من التسعينات هو نفسه الجزائري الجزائري لكن المستوى انتاع العمداء انتاع البرامج التربوية انتاع لموديل انتاع التكنولوجيا انتاع الانترنت هذا هو اللي سيء وضعيف هذا هو اللي ادى الى التخلف سياسات البيداغوجية الوزراء الذي كانوا على دراسات التعليم العالي او التعليم المتوسط هذا هذه هما المسئولية والدليل الاخر نكثير من الجزائريين عندما يخرجوا برا بالترمينال ولا بالباكالوريا ولا حتى بالليسون ثم بعد يوصل بسرعة يعدل ويوصل ويصبح ممتاز لانه وجد ظروف علمية مناسبة فنحن اذ نقول ان المستوى كارثي اليوم حتى عند من يحمل شهادة دكتورا شهادة دكتورا نعرف مستويات كارثية لانها ما عادتش دكتورا بالمعنى الحقيقي كثيرين ياخذوا الدكتورا لانهم يعرفوا العميد بشكل او باخر عندهم علاقات اخلاقية وغير اخلاقية لانهم ابناء فلان وفلان وفلان واللي صحدة كاترة واجتهدوا وتعبوا يمروا لهم حياتهم وبعدين يخرج يصبح بطال الاف من حاملين شهادة دكتورا بطالين في الجزائر مئات الالاف باعترافهم هم قولوا اكثر من زوج ملايين ممن يحملون شهادات جامعية بطالين او شبه بطالين في الجزائر باعترافهم هم اذا هذو اللي جابوا الباكالوريا نقولهم مبروك لكن نقولهم في نهاية المطاعف رك مرحل للمجهول اذا ما تعلمتوش انتم اذا اصركم اهليكم ابائكم امهاتكم اخوانكم موش هوم اللي عاونوكم باش تتعلموا موش راحين تروحوا بعيد انا قرار لكم وش قال لي واحد معتلي رسالة بمناسبة الباكالوريا السلام عليكم استاذ محمد العربي زيتوت ارجو ان تنشر رسالتي اليوم تخرج نحن قرار لكم جزء منها رسالة طويلة قليلة لكن نحن قرار لكم جزء منها اليوم تخرج نتائج الباكالوريا ترجع بهذه الذكرى الوراء 16 سنة حينما تحولت تحولت فرحة الحصول على شهادة الباكالوريا الى مأساة فلقد درست البيولوجيا لمدة خمس سنوات وتحصلت على شهادة الماستر بصعوبة وتعب كبيرين واخذت ما اخذت من سنوات عمري لكي نتفاجأ ان مناصبنا اعطاهم لأصحاب الشبه طبي للاشخاص الحاصلين على الثالثة ثنوي والباك والمتوسط ومن ينجح بالطبع في هذه المسابقة هم اصحاب المعريفة الذين لديهم الرشوة وفوق ذلك بمباب مالي كبير جدا ناهيك عن المدارس الخاصة هذه العصابة تتعمى التهميش الجامعيين اصحاب الشهادات ودفنهم فاضطرتني الظروف ان اعمل في عقود لاداس للأسف كانت عامين فقط ومن ثم لم يجددوا عقودنا وحرمونا من عقود لنام بسبب اننا عملنا في عقود لاداس وهي كلها تابعة للدولة كنت اعمل في البلدية خيلوا هذا خمس سنوات وحاصل على شهادة في البيولوجيا خمس سنوات جامعي كنت اعمل بثمن بسيط جدا في البلدية 9000 دينار باش نترجموها للناس 9000 دينار هي اقل من 50 يورو هي حوالي 40 الى 42 يورو للشهر لا تكفي حتى لشراء ملابس بعدما استغلونا طردونا من وظائفنا بسبب انتهاء عقودنا ولم يجددوا لنا ليخرج وزير العمل الطاغي بعد ذلك ويقول لنا ان عقودكم انتهت وليس لكم حق في التوظيف او الادماج كأنه بصريح العبارة يقول لنا انكم مجرمون ولستم جزائريين وليس لديكم الحق في الحياة في الكثير مننا تجاوز 35 سنة ويقتر من 40 سنة قتلونا بهذه الفئة بيد ونحن نحتج منذ سنوات وليس هناك اذان صاغية ويضيف رسالة مؤلمة مؤلمة ومزعجة ولكنها حقيقية ملايين ممن يحملون الشهادات الجامعية كما قلتم يعترفوا بالاقل قالوا 2 مليون يشتغلون اما بطالين اما يشتغلون في ظروف سيئة وفي مناصب لا تليق بهم وملايين اخرين ربما ايضا ممن لديهم تكوين او ليس لديهم تكوين او ما عندهم شغل في بلد يحتاج كل شيء لماذا؟ لأن المافيا التي تحكم البلاد مهمهاش ابنائهم في افضل مناصب في الخارج فان لم يجدوها في الخارج فهي في الداخل وفي كثير من الحيان اللي يشتغلون اصلا ويخلصوا وتلقون في لير الجيري وتلقون في الجيرين فيري وتلقون في السفرات وفي القنصليات وفي سونة راك وفي نافطال وفي سونة القاز في اعلى المناسب ويترقاوا ويصبحوا مسؤولين ومدراء ومديرات هم الجماعة المافيا لا يهمها هم اصلا ميخصومش دراهم اصلا موش يخمم في السكنة لأن بابارا جايب اصلا ثلاثة اربع خمس شوقق راهم خمس سكرين موش يخمم في السيارة والله يخمم لأن السيارات را هي موجودة في القراج ويجيب يستورد كي يحب يستورد وراكم تشوفوا سيارات 2020 في 2021 في 2022 والسؤال منين هالسيارات ممنوع الاستيراد مكنش ليبيع الداخل منين تعال همهم تعال هذو الجماعة اللي ملكين البلاد الملوك والأمراء والسلاطين اللي في البلاد كمشة الجنرالات وكمشة من المدنيين تحرسوا المخابرات الإرهابية هذه الحقائق المريرة وإذاك جيب الباكالوريا جيب الليسانس جيب ماستر جيب دكتوراه إذا ما عندكش لكتاف إذا ما عندكش شكارة ومرات أسوأ من شكارة إذا ما عندكش هذه الأشياء لن تجد طريقا راح يوري أمامك البوطي إذا كنت محظوظ ودبر 60 مليون لـ 70 مليون أو يصبح أمامك المخدرات والخمور والسرقات وتلقى راحك بانك في الحبس ولا تلقى راحك مانيش عارف وين وهكذا ولا تصبح بلطجي تخدم عندهم تصبح إسكرو تغلقت على البلاد تغلقت على الناس خنقوا البلاد خنقوا الشعب وهم عالم آخر شنقريحة من 77 سنة شاف بأنه يزيد الروح درجة فريق أول الجيش والجيش ذبحون بالجيش وهما اللي ذبحين الجيش كل من ينتقدهم يقولوا ما أنتم تريدون السوء بالجيش أنتم تكرهون الجزائر أنتم أنتم كذا أنتم كذا ألا لأن قلنا لكم أصلحوا لأننا قلنا لكم أخدموا لأننا قلنا لكم أعطوا الأبناء الفقراء والمساكين والمعطال يعطשובوا حقوقهم لأننا قلنا لكم لماذا تأخذون الفيلات وتأخذون للشقا وتأخذون السيارات والناس كاي اللي موش لاقي باشي يجل سبعت وموش لاقي قربي لأننا قلنا لكم أعدلوا لماذا نحن ضد الجيش لأننا قلنا لكم لازم الجنود وصف الضباط والضباط قال لي هذا نحن نكره الجيش لأننا قلنا لكم عدلوا دولة قانون أعطوا للناس حقوقها ما تنهبوش البلاد ما تهربوهاش ما تهربوش الأموال نحن نكره الجيش أو نكره الوطن لماذا؟ من يكره الوطن من يكره الجيش؟ الذي ينهبوا ليخلي الجنود يتدورون جوعا ما يلقوش وشيتعشاوا ويروح يشروف صندويتشات والزوج ملايين والربع ملايين اللي تعطى لهم يصرفوها غير على الصندويتشات أم الذين يقول لكم لماذا مطابق الجنود تنهب؟ لماذا أكل الجنود ينهب؟ لماذا أموال لباس الجنود ينهب؟ لماذا؟ والشعب والأساتذة والإداريين والمستشفيات الأغلبية العظمى من الموظفين الجزائريين اليوم هم تحت خط الفقر الأغلبية العظمى اليوم الجزائريين جوز فيهم الزكاة الأغلبية العظمى من الجزائريين في عمال مهمشة أو عمال بائسة أو لا يجدون عمل لأننا نقول لكم هذا نقول لكم خلوا أعطوا للناس حقوقها واعديلوا واحكموا البلاد كما يجب أن تحكم نصبح هنا أعداء الوطن وأعداء الجيش؟ لا أنتم أعداء الجيش أنتم أعداء البلاد أنتم أعداء الوطن أنتم أعداء الشعب هذه الحقائق اللهم إلا البسطاء اللي مساكن تتلعبون لهم بعقولهم فلا يفهمون واليوم على قول الأحرار الذين لا يرون أن هذه المافيا الإرهابية دمرت البلاد وخربت البلاد ونهبت البلاد وقتلت الناس من قبل إما بليد أو عقل انت عبيد أو مستفيد واحد من هذه الأصناف ثلاثة فقط عقلية العبودية تجعله يتعبد بمن ينهب وبعض الناس يأتي يحيى تبون واش ذلك تبون نهب البلاد مع الآخرين خمسين سنة هو في النهب الآن رأى هو رئيس ينهب بطريقة رئاسية ملاكية واش ذلك شنقريح نهب البلاد وقتل الناس في التسعينات يحيى شنقريح يروح معليش حتى المساعد قال لي هذو رأى يكثرون نحن وقلت له لا لا خليهم 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 يكثروا نحن عارفين أن الأغلبية ذو باب لكن يجعلهم لكن السؤال الذي يطرح عليه واش ذلك تبون واش ذلك شنقريحة بنوا جيش صنعوا أسلحة خدمونا طرقات حقيقية القمح انتاعنا ما نستوردوه من برة الحليب ما نستوردوه من برة ما راش تكوفر على الحليب وع القمح وع الماء ما راش تقطع الكهرباء مش تقطع في صيف صائف مثل هذا واش دارلك؟ آه كاين البعض فقط يشوف السلطة يصبح عبد عقلية عبودية مش هذا اللي مش هذة العقلية العبودية أو عقلية البلاد الذي لا يفهم ويتلعبوا به هما اللي يغير اللي يغيرهم ناس آخرين هم ناس فهمين وعارفين بأن هذا البلاد كان ممكن تكون قوة إقليمية بحق وليس بالكذب